موسيقى السلام عليكم متتبعي قناة امجي اوتو مرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله اختارينا نتكلم لكم على سيارة هونداي ازرا 2021 اللي ظهرت في حلة جديدة في الأوين الأخيرة ما نطولوش عليكم بزاف دعوا لينا لايك الفيديو وابوني لعجبكم من طبيعة الحال يلا على بركة الله نبدأ الفيديو ديالنا مرحبا بكم مرة اخرى متتبعينا صراحة عجبتني على السيارة ازرا 2021 اللي كتصنف انها واحدة من السيارات الفاخرة واللي كتتمتع بحجم متوسط وتمات الإضافة ديال السين ميلي متر على الطول ديالها وايضا ازالت واحدة شوية في الحجم ديال القاعدة ديال الإطارات ديالها اللي كي تيح المساحة الداخلية ولا بالاحراك يخلي المساحة الداخلية الركاب واسعة اكثر بالنسبة للشكل الخارجي ديال هات السيارة صباحات كتتمتلك واحدة صميم جديد كليا يعني تغييرات المقدمة ديال السيارة جيد ريال بحيث تمات الإضافة ديال واحدة شبكة أمامية واحدة شبكة فريدة من نوعها مع مرادة شبشي سيارة من قبل وهات الشبكة كتتمتاز بواحدة المقدمة بالحجم الكبير وكتحتوي على واحدة القيطاع اللي لامعة معدينية كتتعطي واحدة البغيون وإضافة ديال الوحدات اللي ديال الإضاءة مخفية وورا ديال وورا هات الشبكة اعطاتي واحدة الإضاءة زوينة في القدام هات الشبكة اللي كتحتوي على واحدة العدساتين في الجانب ديال ديال بارشوك حتى يعطاتي واحدة الرونق وتصميم ديال المصابح الامامية الجديد اللي ولى على شكل ديال متلات وغطاء ديال المحرك يعني الكابو حتى هو ولى في شكل رياضي بحيث ولت فيه واحدة تمويجات سيابية رائعة ومع الفتحة ديال التهوية ديال الموتور جديدة اللي داروها أسفل البارشوك وجاء تعود تاني هات السيارة بالجوانب ديالها اللي بتصميم رائع وآنيق وريادي في نفس الوقت وهذا الشيك يتعضح من خلال تمويجات لكينن في البيبان ومع المقبض ديال الباب حتى هو من قتح الباب اللي داروه بالكروم صراحة وعر والإطارات ديال هات السيارة اللي اعراض وجاوب تمام رياضي صراحة وعر وبالنسبة للخلف عشنو دارت شركة هونداي قامت بوحد تغييرات اللي بسيطة مع الحفاظ على الهوية المصابح ديالها المتصلة يعني ذاك الفروج كي يكون متصل وبالرغم على الحفاظ الشركة هونداي على الهوية ديال الخلف المتصلة إلا أنها شنو دارت عملات على تحسين تصميم الخلفي للسيارة وذلك شنو دارت عدلات الزوجات الخلفي المائل صغير الحجب اللي يخلق الخلفي ديال السيارة أكثر حدة ويجعلها تنتامي لفئة ديال السيارات السيارة من الداخل صبحات أكثر تناسق مع المظهر ديال السيارة الخارجي الفخم وذلك يتضح لنا من خلال جلد الفخر اللي يتواجد على الطابلو ديال السيارة مع الشاشة ديال الخرائط الملاحة اي جي بي اس بالحجم ديال 12.5 بوس ومنسوش أبرز تقنيات المزودة بهات السيارة كمراقبة النقطة العامية والتي تعطي تنبيهات في المراية الجانبية نرى المحرك السيارة أزر 2021 بالنسبة لهذا المحرك اللي ستطرح في الأسواق بثلاث ساعات ليترية مختلفة المحرك الأول السيارة الليترية السيارة بقوة حصانية 187 وعزم الدوران 241 نيوتون المحرك الثاني السيارة ليترية ثلاثة ليتر بعدد السيارة وقوة حصانية تفصل 250 حصان ونقل حركة في 8 رابور المحرك الثالث هو محرك صغير السيارة ليترية تفصل 3.5 لتر في السيارة لسيارة بقوة حصانية تفصل 290 حصان ونقل حركة في 8 رابور بالنسبة الثامن هونداي آزير 2021 ما زال ما تكتفت عليه معه التغييرات والتحديثات الجذرية من المتوقع أن السعر هونداي آزير 2021 أنه يرتفع 26 ألف دولار أمريكي أي 26 مليون مغربية وصلنا نهاية الفيديو هذا ما كان بالنسبة هونداي آزير 2021 لا تنسوا تشاركوا في القناة بجدما يوصلكم جديد سيارات ودعمونا بجدما نجيبوا لكم جديد إن شاء الله وإذا لديكم أي تساؤل خاصة سيارات ممكن تخليوا لنا في التعليقات ونحن بدورنا إن شاء الله سنجوهوكم وما تنسوا تخليوا لنا أبوني ولايك وحتديز لايك ليس مشكل أنتم والذين يريدون ليس مشكل مرحبا بأي واحد وكنشكركم على التفاعل لكم في الفيديو اللي فات وكنتمنى تفاعلوا معنا في هذا الفيديو بجدما إن شاء الله نقدم لكم الجديد هذا ما كان الإخوان دومكم في رعايت الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر